شهدت محافظة البحر الأحمر افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالممشى السياحي بمدينة الغردقة وذلك في الفترة من 27 من ديسمبر الجاري وحتى 15 من يناير القادم يفتح المعرض أبوابه من الثانية عشرة صباحا إلى الثانية عشرة مساء يوميا طوال فترة إقامته ويأتي افتتاح المعرض بالغردقة في إطار الدعم المستمر لتشجيع وتنشيط العمل على الحرف اليدوية المصرية الأصيلة التي تحفظ لنا تراثنا وتاريخنا من خلال هذه الحرف كما يهدف المعرض إلى تسويق المنتجات اليدوية والحرفية التي تعبر عن التراث المصري بكافة منتجاتها وتأتي إقامة المعرض تنفيذا للسياسات الدولة بدعم المنتجات الحرفية واليدوية وتعزيز الثقافة والهوية المصرية وتحفيز المشروعات متنهية الصغر حيث إن المعرض يلقى إقبالا شديدا من الزوار الأجانب والمصريين ده أول اشتراك لنا في معرض ديارنا وبصراحة احنا مستوطين خالص أنه أول مرة بنزل الغردقة هنا فمو محتاجين أنه يبقى دايماً إن شاء الله متكرر يكون معنا هنا لأن احنا بنشوفه بالفرج عليه بصراحة حاجة لنا الفخر أن يكون فيه معرض زي كده بنزل منتجاتنا هنا في الغردقة للبزارات والمحلات التجارية السياحة وأغلبية شغلنا بيبقى هندي ميد يدوي كله فيش حاجة اسمها في المكان مش داخل في التصنيع خالص كل منتجاتي جلد طبيعي تشتيب طبيعي ما فيهاش أي مواد صناعية خامت الجلد بمتاز بيها أن هي متشطبة طبيعية مش مرشوشة مع لهاش أي مواد رش وبعمل الاكسسوري النحاس بتاعي بيبقى عبارة عن نحاس حفر يد وكل منتجاتي زي ما أنت حضرتك شايف هي عبارة عن حرق والجلد بحاول أن أنا أمزج ما بين الحضارة الفرعونية وفي نفس الوقت بعمل الموديلات بتاعتي بحاول أن أدخل فيها الطابع المحلي أكتر يعني زي مثلا الثقافة بتاعتنا الأول بيصمم الديزاين بعد كده بيتطبع بعد كده بيتحفر على النحاس المصري بعد كده بيدخل حاجة اسمها صنفرة بعد كده الأحواط بقى تلات مراحل في الحود تلات مراحل سواء فضة أو دهب